انخفض عدد حوادث الطرق في السلطنة بنسبة 39.5% بنهاية مايو الماضي لتصل إلى 1014 حادثا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017 وفق إحصائيات المركز الوطني للإحصائي والمعلومات والمستندة إلى بيانات مبدئية من شرطة عمان السلطنية ونتج عن حوادث الطرق 248 حالة وفاة و1186 حالة إصابة وسجلت محافظته مسقط منسبته 30% من إجمالية هذه الحوادث اتلتها محافظة شمال الباطنة ثم محافظة داخلية وضفارة